كان عندنا مباراة اتلعبت يوم السبت اللي فات مع اسموحة فوزنا بنتيجة 28-22 فرق 6 اهداف فرق اسموحة فرق محترم خلي بالكم يعني النتيجة دي نتيجة كويسة جدا لان اسموحة الحقيقة مش بيخسر بالنتيجة دي فرقنا حتى الان ده المطش ده كان في الجولة السبعة واتلعب زا بقولت حضراتكم السبت اللي فات على صالة نادي اسموحة بالاسكندرية فرقنا كده كسب 7 مطشات او 7 مطشات كلهم مكسب مين مركز شباب شاشة الليان والترسانة والتحاد الشرطة ومنوف الرياضي والوليدو وستة اكتوبر مركز شباب شاشة الانعم انا اسف الاهلي هيلعب المطش الجاي مع نادي التيران يوم السبت اللي جاي بازن الله كل التوفيق ليهم والبطولة زا ما قلت الحضراتكم او بطولة الدوري دلوقتي بتتلاعب من مجموعتين النادي الاهلي في مجموعة في مجموعة تانية هناخد اول تلاتة من هنا اول تلاتة من هنا هيطلعوا يلعبوا الدور اللي بعد كده هيبقوا ست فرق وهيبقوا اقوى ست فرق في الدوري فيه مطشات كتيرة بتقلص بفرق جبير اه فيه مطشات كتيرة بتقلص بفرق جبير ولكن في الادوار اللي بعد كده مش هيبقى فيه زاورة تبقى مباريات صعبة كتير على الفري طيب خلينا نروح لكرة السل رجال فيما ماكسبنا الحمد줄اله دور الستاشر وتأهلنا الحمدولاله وماشيين بيعني الحمد distillه بطولة قهيرة بطولة عربية تصفيات أو دورات المجمعة في الدوري المرتبط وبعضيها دور الستاشر الحمد لله ماشيين بدون هزيمة الفريق الأول مع مستر أجوستي حتى الآن الحمد لله الإعلامة الكاملة في كل المبارات اللي خضع الأهل هيواجه مين بقى في الجمعة جاي؟ هيواجه الاتصالات في ربع النهائي دوري المرتبط الفريق الأول لقرة السلاء رجال بنادي الأهل بقاعدة ميدير الفني الأسباني أجوستي بوش هيلعب من الجمعة اللي جاي مع نادي المسيطة الاتصالات الجمعة والماتش التاني هيبقى يوم الاتنين ماتش الجمعة برة ماتش الاتنين في ملعبنا الاهلي وصل دور التمانية بعد طبعا مفاز على نادي القناة ذهابا وعودة والاهلي كانت صدر طبعا مجموعة الرابعة بعد مفاز على الطيران الطيران وطنطا وسبورتنج رايح جاي كبار وصغيرين وعايز اشيد بفريق المرتبط فريق المرتبط 18 سنة بقيادي الكابتن اسلام الكلاني الفريق عامل ماتش كويس ماتشات كويسة جدا كل ماتشاته وطبعا بيساعد بكده الفريق الكبير وبرضو خلينا اقول لكم انه الفريق الكبير برضو لازم نشيد بامانة بفريق القناة فريق القناة اللاعب ضده النادي الاهلي دور الستاشر بالامانة هذا الفريق عمل ماتشين كويسين جدا مع النادي الاهلي ماتش في ملعبنا وماتش هناك في صارة هيئي قناة السويس الماتشين عد فيهم اداء كويس لدرجة النادي قناة كان متقدم مع النادي الاهلي فيه في اول المباراة لازم نشيد بيه ولازم نشيد بأداء ولازم نشيد باللي بيشتغلوا بيجتهد وبإمكانيات يعني مش كبيرة ضخبة ولكن عملوا فرقة كويسة لازم نشيد بيه ونودهم التحية من البرنامج الأبطال لفريق القناة طيب هنروح للرجال أيضا زي ما احنا مع فريق الرجال عندنا ثمن النهائي كأس مصر بطول الكأس مصر كانت طبعا اتعامل قرائتها هنلاعب طبعا بإذن الله الترام في ثمن نهائي كأس مصر القراء اتعاملت طبعا والأهل في حالة فوزه إن شاء الله في الترام هيقابل الكذبان من الجياد ونادي جزيرة الورد دور الستاشر هيبدأ يوم 23 نوفمبر اللي احنا فيه وده هيكون بعد نهاية دورة المرتبط وخلينا أقول لكم أنه يعني أصحاب الجياد ونادي جزيرة الورد أنا بحكم رؤيتي كده ممكن يكون متأهل جزيرة الورد طبعا مع احترامنا لفريق أصحاب الجياد المجتهد ولكن بالنسبة كبيرة هنكون الترام في دور الستاشر دور التمانية هيكون نهاية جزيرة الورد دور الاربعة إن شاء الله هنقول لكم بعد كده مين على ضوء النتائج في المطشط التاني وخلينا برضو أقول لكم أن التحدي السنة السنة دي عمل حاجة كويسة يعني لازم نشيد بها أيضا أنه من أول الموسم نغط الدنيا السنة اللي فاتت لما الدنيا كانت وسعت شوية جينا في آخر الموسم يا الدوري يتلغي يا إعداد المنتخب ما يبقاش على قدر البطوط أفريقية وللأسف كان الدوري هو يعني أو استكمال الدوري كان في اللحظة دي كان من أولويات اتحاد السنة فطبعا ده جي على أعداد المنتخب اتحاد السنة السنة دي تعلم من ما حصل السنة اللي فاتت وعلى فكرة اللي حصل السنة اللي فاتت كان نتيجة ظروف خارج عن إرادة الجميع كانت أن البال أو بطولة أفريقيا قالوا عليها يعني قالوا هنلعبها فجأة بعد ما تأجلت عشان كورونا فجأة قالوا هنلعبها فدي زنقت الدنيا وراح ساعتها نادي الزمالك لعب فالدوري توقف شهر لخبطة الدنيا فاتحاد السنة لك لما عرفش إيه الدنيا بعد كده تبقى في إيه طبعا أنا خلص من دلوقتي من إيه من دوري المرتبط وأكبر دليل على كده أنه مخلاش المطشات بيسته في سريه مطشين وبيلجأ لفريق الأول النقاط الفريق الأول على طول لو تساوه في النقاط يبص على الفريق الأول تساوه أيضا في النقاط يبص على المرتبط وده أمر مستحيل يتزبط بالمل يعني فضغط الدنيا بشكل كبير بحيث أنه ما يطولش فاتة المرتبط زي ما أنتوا شايفين مرتبط قبل 20 نوفمبر أو قبل 18-19 نوفمبر بكتير هيكون خلصان دوري المرتبط ودي حاجة جيدة عشان نبتدي السعداد المنتخب لتصفية كأس العالم لأنه عندنا تصفية كأس العالم في فبراير طيب هنروح لكرة السلة سيدات اللي من لولهم هارد راك هارد لك مطش سبورتينج اللي فات إن شاء الله القادم أفضل يعني مطش السوبر يعني ما كناش موفقين فيه بشكل أو آخر ولكن أكيد الجهاز الفني هيشتغل على الأخطاء ومعندنا مصابين ولكن إن شاء الله القادم أفضل الأهلي ينتظر الفائز من الغابة والطيران بربع إنهاء كأس مصر السيدات السلة قرعة بطولة كأس مصر السيدات الكرة السلة نتعامت من أيام مجنبة الأهلي اللعب بدور الستاشر لها عشان إحنا حامل اللقم الأهلي هيلعب في دور التمانية مع الكازبان من الغابة والطيران ولو كم مننا سكتنا هلدور الأربعة هنلعب مع الكازبان من الزمالك والشمس واسموحة ومصر بالتأمين هيتطلع من الأربعة فرقة هلعبها إن شاء الله وبتهيق لي يعني كالعادة هيكون النهائي على ما يعني أتوقع هيكون الأهلي وسبورتينج لأن سبورتينج فرقة محترمة والنادي الأهلي أيضا فرقة محترمة فغالبا هتبقى البطولات مناصفة بين الفرقتين هذا الموسم إن شاء الله نتمنى كل البطولات لنادي الأهلي أكيد